السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبات وطالبات الصف الثاني العدادي معنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتابة براجرافة عن jobs at whom أو jobs to do at whom jobs to do at whom يعني وظائف للقيام بها في المنزل أو ممكن نقول jobs at whom يعني مهام بالمنزل نكتب المقدمة بتاعتنا in the following lines يعني في السطور التالية I will talk about أنا سوف أتحدث عن أو أتحدث عن jobs أو jobs وظائف at whom في المنزل for me بالنسبة إلي I always أنا دائما help أساعد mom أمي at whom في المنزل I يعني أنا do يعني بقوم a lot of بالكثير من الجابس أو الجابس بإيه أنا أقوم بالكثير من الوظائف at whom في المنزل ممكن أقول كمان أن أنا بطبعا كل يوم ممكن برتب سريري بشاري جرفته مع أخي أه طبعا نقول كمان برضو أن أنا برتب سريري وليكن ين I make أنا أرتب my bed and وكمان tidy out برضو برتب my bedroom bedroom يعني حجرة نومي براتب السري البتائي وحجرة نومي بعد كده كمان ممكن أكمل وأقول every day every day يعني كل يوم أقول طبعا قبل أن أتناول الفطار الخاص به أقول before يعني قبل ماذا before يعني قبل I have قبل أن أتناول my breakfast my break first افطاري أقول أننا طبعا بغسل الأطباق I يعني أنا wash up يعني أنا بغسل الأطباق also كمان يعني أيضا بكنس الأرضية I sweep أنا بكنس the floor floor الأرضية كمان بعمل I take out يعني أنا بخرج أو بطلع يعني the rubbish القمامة أعزكم الله rubbish القمامة I sweep أنا بكنس the floor الأرضية I take out أنا بخرج أنا أخرج the rubbish القمام so لذلك our home يعني منزلنا is ليكون دائما يعني always always clean بيكون نظيف I يعني أنا help وساعد mom أمي في المطبخ يبقى the kitchen to أيضا كمان برضو ممكن أقول I make أنا أعد أو أصنع I make tea أنا بعد الشاي أو بكهز الشاي كمان برضو بعمل I boil boil معنى طبعا معنى هيغلي يعني I boil eggs boil بمعنى يغلي طبعا أو يعني يسلق الحاجة يعني I boil eggs أنا طبعا بأسلق بقوم طبعا بسلق البيب I boil eggs كمان mom أو my mom أمي my mom is is بتكون ون never be بيأتي قبل طبعا نظر في التكرار my mom is always يعني دائما happy سعيدة and my father والدي is so kind بيكون لطيف وعطوف to me mine أو إلي إذا أنا عندي تاني jobs to do at whom يعني وظائف للقيام بها في المنزل وممكن نقول تاني jobs at whom يعني مهام بالمنزل I will talk أنا سوف أتحدث أو أنا سأتحدث about jobs and وظائف at home في المنزل for me بالنسبة I always دائما help mom side of me at home في المنزل I do a lot of jobs أنا باقوم بالكثير من الوظائف at home في المنزل I make my bed برتب سري and tidy up my bedroom كمان برتب قرف نوم every day كل يوم Before I have my breakfast قبل أنا تناول فطاري أو فطوري I wash up أنا طبعا بخسل الأطباق also I sweep the floor back most the earth I take out the rubbish بخرج القمامة so لذلك our home is always clean لذلك منزلنا دائما بيكون نظيف I help بساعد mom on me in the kitchen في المطبخ to I make tea طبعا ما عد الشاي وبجهز الشاي I boil eggs أنا بقلي عذرا أنا هنا بسلق أو أغلي البيت my mom on me is always happy and my father is so kind بيكون طيب أو أعطوف to me طبعا إلي بكده كما سنعت الفيديو شكرا ومشاهدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته